بسم الله الرحمن الرحيم وأما عادوا فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوها فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهتري لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طرى الماء عملناكم في الجارية إن جعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واحدة فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني مناق الحسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية كلوا واشربوها نيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية فلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبع ندران فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول شاعر قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر